وبعد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية تضاربت التكاهنات حول هوية الزعيم الجديد للتنظيم وعما إذا كان هناك أصلا من توافق بين قيادات التنظيم على اسم محدد قبل النقاش ومحاولة الإجابة نتابع هذا التقريب أبو بكار أبو بكار أبو بغدادي موت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معنا من عمانة دكتور سعود الشرفات البحث في شون الإرهاب دكتور سعود مرحبا بك معي في نشرة الرابعة بداية كما نتابع حتى الآن يسود الصمت المواقع الناطقة باسم تنظيم داعش لا بيان صادر حتى الآن يؤكد أو ينفي خبر مقتل البغدادي كيف تنظر إلى ذلك؟ أظن أن التنظيم قد أصيب بصدمة غير متوقعة وهذه الصدمة هي التي أثرت على كافة كوادر التنظيم وكافة قطاعاته خاصة القطاعات المهتمة بمسألة الإعلام لكن إذا ذهبنا بعيدا وعميقا وتابعنا المواقع الجهادية هناك بعض المواقع الجهادية التي تحدثت وسربت بعض المعلومات التي تتعلق باحتساب المذكور وأن التنظيم ومسألة الجهاد ليست مرتبطة بأشخاص بل أن هذا هو المتوقع من من يتسنمون سدة وقيادة العمليات الجهادية فلذلك مقولة بأن هناك صمت ليست دقيقة 100 بالبيئة إلا إذا بحثت بتفاصيل وبحثت وحفرت في مسألة خاصة المواقع والمنصات الجهادية وهذا متوقع بأن حالة الصمت وحالة الصدمة العامة هذا ما أتوقعه لكن تعلم بأن في مثل هذه الحالات بأن وكالات الأنباء تنتظر مثل هذه البيانات هذه المواقف أو ردود الأفعال خاصة من تنظيم داعش طيب الآن الكل يتساءل أيضا عن خليفة أبو بكر البغدادي إذا عات منت كارلو الدولية أورد التصريحات عن مسؤول أمني عراقي قال بأن قرداش أو أبو عمر التركماني هو من سيخلف البغدادي حتى أن بعض المعلومات كما قال في مداخلته بأن داعش سيأتي بذلك بأسوأ زعيم إرهابي لأسوأ تنظيم إرهابي في العالم كيف تعلق أيضا على هذه النقطة؟ أنا تعليقي وتقرير منت كارلو وبعض المواقع بدأت بالانتشار في هذا اليوم يعني منذ اليوم لكني أنا أتفاجأ أنه صحيفة النبأ الناطق الرسمي باسم داعش قبل فترة وبعد تصريح أبو بكر البغدادي بأنه أبو عبدالله قرداش التركماني من تلعفر هو الذي سيتولى أمور المسلمين وتنظيم المسلمين وردت إشارة إشارة للمتابعين يعني هي للمتابعين المتابعين ملف الإرهاب وأدبيات الإرهاب وأدبيات داعش تحديدا تعني بأن الرجل قد قتل منذ فترة يعني عندما يقولون بأنه أبو عبدالله تقبله الله فهذه تعني بأن الرجل قد قتل فلذلك هذا إذا افترضنا بأنه فعلا قد قتل لأنه أنت تعلم بأنه حتى البغدادي منذ عام 2017 هناك معلومات سربت بأن الرجل قد تعرض إلى عملية عسكرية وقتل فيها ثم ليظهر بأنه ما زال على قيد الحياة ثم في 2018 أيضا تحدثت معلومات بأن الرجل قد قتل ثم ليظهر بأنه على قيد الحياة وتحدثت الروس تحديدا عن أنهم قد أصابوا الرجل بالعودة إلى موضوع الخليفة فأنا يعني أضع الكثير من علامات الاستفهام بأن الخليفة سيكون أبو عبدالله قرداش في المرحلة القادمة ومسألة الخليفة لداعش لا أظن أنا كمتابع للجماعات الإرهابية وتنظيم داعش وتنظيمات الإسلاموية الجهادية لا أظن أن بأن مسألة الخلافة يعني مسألة كبيرة عند هذه التنظيمات ما سيحصل بأنه كما قلنا قبل قليل كما أشارت أنت قبل قليل عن مرحلة الصمت التي يعيشها التنظيم فمرحلة الصمت هذه التي يعيشها التنظيم هي التي حسب باعتقادي بأنها ستفرز في المرحلة القادمة شكل القياد الجديد سواء كان أبو عبدالله قرداش أو غيره من المرشحين لخلافة أبو بكر البغدار ومدهر مستقبل التنظيم تقريبا يعني يكثر استراتيجياتي في توجهاتي مسألة الخلافة هل ستبقى أم ستكون هناك أفكار جديدة أدبيات جديدة ربما لهذا التنظيم أو غير أنا لا أعتقد بأنه سيتم الخروج على فكرة الخلافة الخلافة بمعنى ما حققه تنظيم داعش بزعامة أبو بكر البغدادي هو أكبر يمكن أن يشار أو ممكن أن نضع يدنا على أكبر إنجاز حققته الجماعات الجهادية أو الجماعات الإرهابية في العصر الحالي أو في الحقبة الحالية من العولمة عندما تنظر إلى المساحة الجغرافية التي حققتها هذه الخلافة ونقول هذه الخلافة المتخيلة دولة بمساحة بريطانيا كانت وبعدد سكان يتجاوز السبع مليون شخص لا أظن بأن هذه الفكرة التي رآها الكثير من الناس خاصة في الغرب لذلك حضر الكثير منهم من أوروبا للعيش في أرض الخلافة لا أظن بأن هذه الفكرة التي وجدت تطبيقا لها منذ 2014 لغاية انهيار داعش في الباغوز ستكون مرحلة يمكن التجاوز عنها لا بل ستعطي المجندين الجدد والذين يدخلون في التنظيم من جديد ستعطيهم الأمل بأن هناك إمكانية على أرض الواقع لنبني خلافة حقيقية في المستقبل الآن المرحلة هي مرحلة ممكن أن تكون مرحلة مراجعة الأخطاء أين أخطأ التنظيم أين أخطأنا في المرحلة السابقة ولنتجاوزها هذا التنظيم هو أنا أصيفه كوحش هايدرا إذا قطعت له رأس ظهر له رأس آخر شكرا جزيلا لك بنعمان الدكتور سعود الشرفات الباخذ في شؤون الإرهام